الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانيتش مجزء الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفق أعلى المعايير وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب وبما يساعد على تعظيم عملية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم جاء ذلك خلال لقاء رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية وتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمتر الأنفق وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الخطوات المتخذة في سلسلة معارض تراثنا لمشاركة موثل كافة محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعزيرة التجارة والصناعة قال متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول عرض نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر فضلا عن عرض التحضيرات الخاصة بدورة العام الجاري من معرض تراثنا 2022 والذي يستهدف دعم صغار مصنعي الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويق منتجاتهم أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جراند بيرج تقديم مقترح جديد للحكومة اليمنية وقوات الحوثي لإعادة فتح الطرق في محافظة تعز ومحافظات أخرى في اليمن وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان إن النقاشات استؤنفت بالأردن مع وفدي الطرفين بهدف التواصل إلى اتفاق حول فتح الطرق وفق أحكام اتفاق الهدنة وأشار البيان إلى أن المقترح يأخذ بعيد الاعتبار مقترحات ومخاوفة عبر عنها الطرفان بالإضافة إلى ملاحظات قدمها المجتمع المدني اليمنية أعلن حاكم منطقة لهانسك شرق أوكرانيا سيرجي جايداي أن مدينة سيفريو دونتسك تشهد معارك شوارع الشارسة فضلا عن تبادل للقصف المدفعي مع القوات الروسية أوضح جايداي أن الوضع صعب في المدينة ويتفاقم بالنسبة للقوات الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي أن بريطانيا تزود كييف بالأسلحة التي تحتاجها لخوض المعارك مع روسيا أعرب زيلينيسكي في خطاب له عن شكره لرئيس الوزراء بوريس جونسون لإدراكه الكامل لمطالب كييف واستعداده لتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها بالضبط وقالت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة بأنظمة راجمات صواريخ يمكنها ضرب أهداف على بعد ثمانين كيلو متر فوذلك في إطار مساعدات عسكرية بريطانية جديدة انطلقت قافلة تضم ألاف المهاجرين من جنوب المكسيك متجهة إلى الولايات المتحدة يأتي انطلاق القافلة التي تضم نساء وأطفال في إطار قمة الأمريكيتين حيث يأمل رئيس الأمريكي جو بايدن في إبرام اتفاق أو اتفاق تعاون إقليمي حول الهجرة الأمر الذي يشكل موضع توتر بين الجمهوريين والديمقراطيين أعلنت بريطانيا إصابة 73 شخصا بمرض جدري القردة مما يرفع إجمالي الحالات إلى أكثر من 300 حالة هذا ويوجد في المملكة المتحدة حتى الآن أكبر انتشار تم تحديده للمرض خارج أفريقيا قالت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القردة أبلغت عن 780 حالة بزيادة أكثر من 200% في الحالات منذ أواخر مايو الماضي ختم الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل